عشان نقدر نحقق مهارة التطوير الزواجي دي محتاجين ناخد شوية خطوات أول خطوة عنقولها بسرعة جدا 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 وتخليكم مركزين معايا ويا ريت ولا أو ألم عشان ده مهم أول حاجة التفاهم والاحترام يعني يجب أن يكون هناك تفاهم واحترام متبادل من بيني الزوجين أسمع بعناية لأراء ومشاعر شركة الحياة وأقدم الحلول اللي متعلقة بفاهمه باحترام شديد حتى لو كنت مش متفق معاه أول حاجة التفاهم والاحترام تاني حاجة التواصل الفعال أنا أقول تسع نقاط بسرعة التواصل الفعال يعني الزوجين عشان يقوموا بتطوير العلاقة الزواجية لازم يبقى عندهم مهارات التواصل الفعال مع شركة الحياة ويحاول كل منهم أنه يكون صادق وبيتعامل بانفتاح في التحدث عن مشاكل واحتياجاته والآخر يسمعه ويسمع كمان بعناية اللي بيقوله شركة الحياة هو ده التواصل الفعال تكون منفتح وصادق وفي نفس الوقت تسمع بعناية الحاجة التالتة الاعتناء بالعلاقة الخاصة أو العلاقة الجنسية الاعتناء بالعلاقة الجنسية وتلبية احتياجات شركة الحياة في الجانب ده في الجانب الحاضر الخفي الذي يدير المسألة من الخلف بعد كده رابع حاجة الاحتفاظ برومانسية لازم ننساش جدا 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 الكلام الحلو والعاطفي في العلاقة وأخصص الوقت عشان نخرج مع بعض ونستمتع مع بعض بلحظات مين قال العاطف كانت محصورة في الخطوبة ده اكتر حاجة بتقوي الروابط الزوجية وبتطور وبتخلي الناس مستعدين يطوروا حياتهم الزوجية هي العواطف الدافع العاطفي والمحفز العاطفي من اهم الاشياء وده يجي بالكلام الحلو وبالغزل وبالتعلق ده يحصل كده فالانسان يبقى مستعدل ده رابع حاجة ان احنا نحل النزاعات بناء ونبني الجسور بيننا وإيه اللي حاصل نبني الجسور مش نبني الجدران لما نتحدث عن النزاعات لازم نتحدث واحنا بنحاول دايما نبني الجسور ونفكر في المشكلات بالحلول لكن بناء الجدران بيني وبين شريك حياتي هيعمل ايه هيعمل مزيد تتنقل التحديات إلى مشكلات ثم إلى أزمات لكن احنا لو بنينا الجسور عنا نتجاوز الأزمات مع بعض والتحديات ونكون ايد واحدة دايما خمس حاجة وده شيء مهم جدا لازم نفكر بإيجابية نبني نغمس بالمشكلات المشكلة حصلت في الماضي ما تسيطرش علينا وتبقى هي دي ما صرنا المشكلات اللي حصلت بيننا مش نهاية العالم لكن ايه اللي حصل لكن بداية التفكير الإيجابي المشترك مع بعض فنعود ونتناقش ازاي يكون كل واحد فينا جزء من الحل مش جزء من المشكلة سادس حاجة ايه اللي حصل لازم الامتنان وتوجيه السناء والتقدير يا سلام على الامتنان ومساعدته للإنسان يتطور فكل ما قدم كل واحد فينا السناء والتقدير بشكل منتظم زي رسول الله صلى الله عليه وسلم كده من امتن للسيدة عائشة ايه لا تكلموني عن عائشة فإني لا يأتي الوحي إلا وأنا في حجرها رسول الله يمتن للسيدة عائشة ولزاك اللي حصل هذا الامتنان يمتن للسيدة خديجة ويستمر الامتنان حتى بانتقال السيدة خديجة يبقى أنا لازم أمتن وأعبر عن تقدير وامتناني بشكل مستمر سادس سابع حاجة لازم يبقى فيه تخطيط لمستقبل بدون تخطيط لمستقبل على فكرة عن انتظر التطوير في أي اتجاه يعني لو ما كناش منتكلم عنعمل إيه مع بعض بكرة بكرة عنعمل إيه أولادنا عايزين ندقلهم أنا ما ندارس عشان إيه اللي يحصل فينا طب إحنا الاتنين عنقدر نساعد بعض في إيه إيه اللي هدف اللي إحنا عايزين فيه حاجة اسمها الأهداف الزواجية وأنا بحب جدا 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 ما يبقاش طرف طموح قوي والطرف التاني مش طموح خالص لكن نقرب نحاول الشخص الطموح يحاول يشارك في طموحه شريك حياته عشان هما الاتنين يساعدوا بعض على وضع عدافه والشاركة ويبقى طموحهم مع بعض تامن حاجة إن احنا نقضي على الروتين نحاول نتجنب السقوط في الروتين الممل ونبحث عن فرص للمرح والمغامرة والأشياء المفاجئة الكتيرة وده يحصل لما يحصل الحياة تتغير على فكرة القضاء على الروتين مش فلسفة الناس الأغنياء الفضيين لكن القضاء على الروتين على فكرة القضاء على الروتين ممكن يكون بإن احنا نتغدى في البلكونة القضاء على الروتين ممكن يبقى إن احنا ننزل مع بعض نتمشى نجيب الحاجة مع بعض القضاء على الروتين فيه ستين ألف طريقة مش لازم القضاء على الروتين إن احنا نسفر لنا سفرية في الخارج أو نسفر لنا سفرية في الداخل مش هو ده القضاء على الروتين لكن قضاء على الروتين ان احنا نعمل حاجة تحسسنا ان الحياة بتتحرك والحياة مازال فيها مناطق اوسع من المناطق اللي احنا حبسين نفسنا فيها في الشقة او في المسافة من بين الشغل والبيت تسع حاجة الاهتمام بصحة العقل والجسم عشان كده ايه اللي حاصل كتير من التحذيرات بتقول لنا خلوا بالكم لازم دايما نهتم بصحة العقل والجسم والعناية بصحة العقل والجسم بتعزز جدا 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 وصوله الى السعادة وتجعلنا قادرين على التعامل مع التحديات بشكل افضل عاش الحاجة ان احنا نتفهم مراحل العلاقة انا اكتر مشكلة بتقابلني ان في حد عايز يدخل الجواز فيتعامل مع زوجته على ان هي في نفس ندوج والدته في التعامل مع الاشياء المنزلية وهو في نفس ندوج والدها في التعامل مع المشكلات الاسرية لا لازم نفهم المرحلة وان احنا نتطور وبعد كده ما ينفعش الواحد يتخلى ويفضل عايش كأنه في السنة اولى جواز لازم كل مرحلة نفهم متغيراتها وفهمنا المتغيرات اللي بتحصل ومراحل التطور العلاقة الزوجية هتخلينا اكثر صبرا وعشان كده حتى ده بنقول له خليك صبور وخليك مستعد ان انت تستمر وما تقفش وخلينا اكثر احساسا بالتكيف الحاجة الحداشر عن استشار بقى خبراء اذا كانت فيه مشكلة كبيرة اكبر من قدراتنا واكبر من فهمنا للعلاقة واكبر من فهمنا هي ايه اللي حصل وازاي نقدر نتجاوز ومش قادرين نقدر نتعامل معاه لازم نروح لخبراء زي مثلا مركز الاشهاد الزواجي في درق الرافتاء المسرية ده هيساعدنا كتير جدا جدا على ان احنا نحل ده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من قال من استشار عالما فقد استكمل شماء له الحديث موجود في سنن الامام الترمزي وعلينا نقول كلمة مهمة واخيرة لازم نفتكر دايما ان تطويل العلاقة الزواجية احد واجبات العشرة الحسن ومعنى انه احد واجبات العشرة الحسنة ان احنا لازم نعرف انه بيتطلب مجهود ويتطلب وقت مشترك بيننا احنا الاثنين والوقت المشترك والمجهود اللي احنا بنعمله ده عشان نطور علاقتنا الزواجية ده مش من قبيل ان احنا ان الجواز تقيل او الجواز عبق لا ان الجواز جميل ووسيع وعشان هو جميل ووسيع محتاج مننا شوية اكتشاف وشوية مصابرة وشوية اجتهاد عشان نقدر نشوف ما خبأه الله لنا من اسرار ومن جمال في الحياة الزواجية كل ما هتتطوروا في حياتكم الزواجية كل ما هتفتحوا ابواب من السعة ومن الجمال ومن المدد ومن الفتح واعرفوا دايما ان ده كله بحتاج ان القلوب تكون صفية وان احنا نتعامل مع بعض ونبذل مجهود عشان نقدر نفتح ابواب السعادة اللي موجودة عندنا وعشان نعرف ان ارداء شركة الحياة ده المفتاح اللي ممكن به نطور مع بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا كلنا لازم نمتزج في بوتقة البيت لما كان صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله فكانت هناك مشاركة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس احساس اهل بيته ترجمة نانسي قنقر